موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 زلها طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن نظرية انه مايكا بيل ليس الخائن للعصابة وانه في العصابة هناك خائن اخر فتعالوا سويا نخش في المقطع قبل ما نخش في التفاصيل تراها نظرية يعني تحتمل الصواب والخطأ ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة اذا انت كنت تقول خاطئة وعندك ادلة فالجهة الاخرى ايضا يقولون صحيحة وعندهم ادلة فانت شوف ايش الاصح بالنسبة لك طيب بداية اتوقع في نسبة كبيرة جدا منكم رح يكون مخالف للنظرية والموضوع ويقول يعني مئة بالمئة الفار والحنش والخائن هو مايكا بيل لكن انت لازم تكون شخص تفكر من خارج الصندوق طيب تفتكرون المهمة اللي فيها جون وشارلز وشون وارثر مورغين يسرقون قطار في الليل طبعا هذه المهمة فيها دليل على انه مايكا بيل ما هو خائن في هذه المهمة الشلة رح توقف القطار بعربة معينة بعدها رح يبدأون في السرقة طبعا بعد مرور فترة بسيطة جدا من عملية السرقة على طول الشرطة جات وداهمتهم يعني بعد خمسة دقائق على طول جاوا الشرطة وحاصروا القطار فكيف الشرطة عرفوا بالمكان رغم انه المكان غير معلوم وظلام في ظلام كيف جاوا بهذه السرعة يعني تحس انهم عارفين انه في سرقة رح تحدث هنا لذلك هما جوا مرتبين وجايين يعني بسرعة كبيرة جدا طبعا في موضوع في جريدة معينة وهذا رح يأكد لنا انه في احد الاشخاص علم الشرطة بهذه السرقة للعصابة طبعا المقالة رح تظهر لكم الان في الشاشة وفيها يشرحون كيف تمت سرقة القطار وزي كذا لكن ابغاكم تركزون على جملة بمعنى ان الشرطة زودوا بمعلومات سرية عن الموقع لهذه السرقة وزي ما تعرفون الاشخاص اللي يعرفون بهذه السرقة هم فقط افراد العصابة فمين من افراد عصابة دوتش كب العشاء وعلم الشرطة بالسرقة طبعا الحين على طول رح يجي في بالك انه مايكا لانه هذه هي افعاله وانه علم الشرطة بالسرقة عشان يتخلص من جون وارثر والبقية لكن انا اقول لك لا لانه ايجنت ميلتن اكد اعترف انه مايكا اصبح خائن وعميل للبينكيرتينز لما رجعت العصابة من قوارما تعالوا نسمع زي ما شفتوا يعني مايكا بيل بدى في الخيانة من بعد قوارما بمعنى انه مايكا بيل ما له دخل في الخيانة اللي صارت قبل الشابتر الخامس وقبل قوارما طيب وهذا يرجعنا مرة اخرى ويقول لنا انه في خائن في العصابة من قبل ما يبدأ مايكا في الخيانة فمين هو طيب اعطيكم دليل ثاني جامد جدا ويقول لك انه في خائن للعصابة من بداية اللعبة والقصة في الشابتر الثاني بطريقة غريبة وعجيبة الكورنوول عرف مكان ارثر مورغن ودوتش وستراوس وجون لما كانوا يقضون بعض الوقت الممتع في الفلنتاين وهذا دليل اخر على انه في احد علم البينكيرتينز والكورنوول على مكان دوتش والعيال طيب تعالوا خذوا الدليل الثالث في نهاية الشابتر الثالث البينكيرتينز حرفيا وفعليا خشوا الى وسط مخيم دوتش اللي المفروض يكون مخفي ومخبة للعصابة حصنا البينكيرتينز في وسط المكان لا تقول لي يقدرون يعرفون او ما يعرفون الزمن كان قديم جدا ما في اجهزة تحدد الاماكن ولا شيء يعني صعب جدا انك تتعرف على زي كذا مكان بسهولة فمين هو الخائن اللي قاعد يكب العشاء ويفضح العصابة ويفضح مكان المخيم طيب خلونا نعرف مين الخائن اولا راح نستبعد مولي اوشي حبيبة دوتش لانها قتلت من كريم شو وايضا ايجنت ميلتن اعترف وقال انه عذب مولي اوشي كثير لكنها ابدا ما اعترفت وخانت وكبت العشاء وايضا راح نستبعد مايكا بيل حاليا لانه ما بدى في الخيانة الا من الشابتر الخامس وهذا يخلينا مع عدة احتمالات قوية اولا ابيغيل روبرتس وزي ما تعرفون طوال القصة ابيغيل كانت رافضة تماما موضوع العصابة والخروج عن القانون وغيرها لكنها مجبورة على هذا الشيء فممكن ابيغيل بدت تفضح الاسرار وتفضح مخططات العصابة عشان تفكك وتنهي العصابة بشكل كامل عشان هي تقدر تطلع جاك مورستن ابنها من هذه العيشة السيئة طيب خذوا دليل قوي جدا على ان ابيغيل هي الخائنة في مهمة سرقة بنك السان دينيس هي وخوسيا ماثيوز كان مهمتهم انهم يسوون تشتيت انتباه للشرطة وكان عبارة عن انفجار قوي جدا انفجر وسود تشتيت الشرطة توجه لموقع الانفجار لكن لاحقا حصلنا ايجنت ميلتن قابض على خوسيا ماثيوز ومحاصر البنك من جميع الاتجاهات وابيغيل هربت وغير موجودة رغم انه كانت مع خوسيا ماثيوز في نفس المهمة ونفس الشغلة فكيف هربت وخوسيا ماثيوز تم القبض عليه وايضا في نفس السرقة جميع افراد العصابة اللي تواجهوا مع البنكرتينز تم قتلهم بالرصاص زي خوسيا ماثيوز وليني سامارز استثناء جون مورستين جون مورستين ما اطلقوا عليه بالرصاص لكن تم القبض عليه وسجنه في السجن هل ابيغيل اخبرت ميلتن بعدم قتل جون مورستين وهي رح تستمر في الخيانة وفضح العصابة وتشتيتها وتدميرها بالكامل طيب خذوا دليل اخر على ابيغيل لما البنكرتينز قرروا انهم يهجمون على العصابة في اخر مخيم تم القبض على ابيغيل وسيدي ادلر وتم حبسهم مؤقتا في فان هورن طبعا لاحقا ارثر مورغن رح يجي وساعدهم بعدها ابيغيل رح تقتل ايجنت ميلتن صحيح ولا لا فعلا قتلته لكن هذا الشيء ما شفع لها اطلاقا بل انها في الابلوغ وتحديدا لما جون مورستين قرر انه ينتقم من مايكا بيل ابيغيل ترجته ويعني ترجته بشكل كبير جدا انه ما يقتل مايكا بيل كأنها عارفة انه البنكرتينز رح يقتلون جون مورستين لو انتقم من مايكا بيل exciting yeah i'll ride with ya no i'm i'm begging you no you risk all this for what for micah all this all this wouldn't exist if it weren't for arthur sadie i'm begging you and i'm begging you to under stand this is it this is please هل ابيجيل سوت صفقة مع البينكيرتينز حيث ان جون مورستين و جاك مورستين يعيشون بسلام وبدون اي اذية وبدون ما يقتلونهم البينكيرتينز مقابل ان ابيجيل توشي اسرار العصابة وتدمرها من وجهة نظري انا صراحة نعم لكن البينكيرتينز من الجهة الاخرى كان عندهم شرط هو ان جون مورستين ما ينتقم من الحنش مايكا بيل وما يرجع لنفس الطريقة اللي كان عايشها سرق وقتل وسط وغيرها لكن زي ما تعرفون جون مورستين انتقم من مايكا بيل ورجع لنفس الطريق وكذا ابيجيل تكون خسرت جميع خططها وخسرت جميع ما تملك خسرت جون مورستين لاحقا وخسرت العصابة بالكامل المتهم الثاني رح يكون مستر بيرسين وقالوا انه هو الخائن للعصابة لانه كان يعامل الكل بطيبة حتى الاشرار زي مايكا بيل وبيل وليمسين وغيرهم وايضا قالوا انه هو الشخص الوحيد اللي فعلا ما زال يستخدم اسمه الحقيقي في المدن والمحلات بل انه مشتري محل باسمه اللي هو مستر بيرسين فهل تتوقعون انه فعلا بيرسين خاين للعصابة من وجهة نوفري انا صراحة لا لانه بيرسين هو كذا طبعه طيب وحنون على الكل وبعدين مستر بيرسين ما كان مجرم ويقتل فقط كان طباخ يعني ما كان يعني يسوي جرائم وزي كذا فقط كان يطبخ للعصابة لذلك انا استبعد بيرسين المتهمة الثالثة هي البنت كيرين طبعا كيرين بداية اللعبة كانت شخصية مرحة وجيدة ومحبة للعصابة بجميع افرادها لكن مع التقدم في الشابترات وتحديدا لما مات حبيبها شون تحولت شخصية ثانية كانت سيئة بشكل كبير جدا وتسكر بشكل مستمر واصبحت تكره العصابة وخصوصا دوتش فهل سبب اختفاءها الغريب جدا في الشابتر الاخير هو بسبب عملها مع البينكرتينز وانتهاء عملها من تدمير العصابة المتهمة الرابع والاخير هو مايكا بيل الحنش النظرية تقول انه مايكا من بداية اللعبة هو عميل لدى كولم اوردريسكل وكان يوصل المعلومات السرية من داخل العصابة لكولم وكولم كان يعلم الشرطة والبينكرتينز بجميع مخططات عصابة دوتش بل انه فيه دليل قوي جدا على انه فعلا مايكا بيل من ضمن الاوردريسكلز مايكا بيل في الشابتر الثاني سوى مقابلة بين دوتش وكولم اوردريسكل زي ما تعرفون طبعا الحوار كان ضعيف جدا بين الطرفين وكان بدون اي هدف طبعا الهدف الرئيسي من هذه المقابلة كاملة انه مايكا يتخلص من ارثر مورغين وفعلا البينكرتينز قبضوا عليه وفرمته فرمته لكن ارثر مورغين قدر يهرب منهم وبكذا فشل مخطط مايكا بيل ايضا خذوا دليل اخر لما العصابة كانوا في الجبال الثلجية اللي ما فيها ولا بني ادم واحد طلعت عصابة كولم اوردريسكل موجودة في المنطقة ومنتشرة بكثرة كثرة كثرة بل انهم كانوا يخططون يسرقون نفس القطار اللي دوتش قرر انه يسرقوا فهل فعلا مايكا بيل عميل لكولم اوردريسكل هو السبب الرئيسي لخراب العصابة من البداية الى النهاية صراحة موضوع يعني شيق ويخليك فعلا تحس انه في خاين للعصابة من البداية غير مايكا بيل الحنش طيب يا لهبيين شاركوني اراءكم في خانة التعليقات مين تحسون انه الخاين للعصابة بالنسبة لي انا صراحة ابيجيل روبرتس اذا كان عندكم اشخاص اخرين تحسون انهم خاينين اكتبونا اياهم في خانة التعليقات مع ادلتكم طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان ادمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة